يا اهلا بحضراتكم مرة اخرى شرفني ونورني في هذا الفقرة الكابتن كبير كابتن محمد سليم مدر منتخبنا الوطني لكرة السلة وايضا الكابتن عمر طارق لاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر ليه كرة السلة فاندم مشرفه من نور كابتن محمد اه متعودة حبيب طيب كابتن محمد هايز ابدأ مع حضرتك منتخبنا الوطني والوصول لكأس العالم من 2014 ما بنشوفش كأس العالم وصلنا كأس العالم الحمد لله وافراح وسعادة عظيمة جدا يمثل لنا ايه دوت وازاي وصلنا لهذه المرحلة اللي اخيرا بننجح مرة اخرى للوصول لكأس العالم اه بوصي احنا يعني بداية اللي احنا وصلنا ازاي للمرحلة دي ده يعني شغل السنة كاملة لان نظام التصفيات بيبقى على مدار السنة كاملة متقسم لاربعة ويندوز فكان احنا بالزبط اول ويندو كان في فبراير 22 فكان شهر طويل وكان مجهد جدا جدا ربنا كرمنا باثنين ويندوز في مصر بس كان الاصعب الويندو اللي في السنغال الويندو في تونس قدام الفرق المنافسة والاقوى الفرق فكان يعني ستاب يعني خدناها ستاب باي ستاب من اول ويندو خطوة خطوة والحمد لله يعني اللي احنا نتقاهل كمان من اول ماتش من اخر ويندو ده انجاز كبير جدا وفي مشوار صعب جدا كاس العالم بقى تمثل ايه انا بالنسبالي حاجتين يعني مش هي الغاية او هي التارجت اللي احنا نوصله انا شايف ان ده بداية المشوار اللي نبني عليه لازم نستغله كويس وفيه هدف في نظام كاس العالم هدف مبداي ان كاس العالم الفرق الاولى على افريقيا بتتقاهل الاوليمبيكس في باريس فده برضو تارجت اولي احنا حطينه بس انا وجهت نظري ان كاس العالم ده بداية نقدر نبني عليها للي بعد كده عظيم جدا طيب كابتن عمر انت واحد من النجوم اللي موجودين في كرة السلة المصرية واحد من اللاعبين الكبار يعني مصنفين من الافضل في مركزهم في كرة السلة المصرية انت بقى ومعك كثير من النجوم في كرة السلة المصرية الاسماء المعروفة الاسماء اللي عندها جودة عظيمة جدا ليه احنا كنا بعيد الفترة المضاية واحنا منتكلم على منتخب او مجموعة اللاعبين في مصر اعين جدا احنا مش منتكلم يا مثلا في الكورة ساعد بنية كورة القدم ساعدني يقولي اصل كوالة اللاعبين مش عارف في ايه وقلية احنا منتكلم في كورة السلة لا احنا كوالة اللاعبين محترم جدا ليه بنتأخر احنا يمكن يعني في المرات اللي في يعني كاس العالم اللي فات مثلا في المشوار بتاع التصفيات بتاع كاس العالم 2019 كان في يعني سوق حظ جامد جدا في الاصابات وفي الغيابات اللاعبة فعني يمكن المراتي الحاجة الكويسة الحمد لله يعني حظنا كان كويس ان كل اللاعبة اللي هي زي ما انت بتقول يعني احسن لعيبة في مصر كلها كانت جاهزة وكانت موجودة يعني جاهزين انهم يشاركوا مع المنتخب يعني فدي حاجة ما حصلتش من زمان قوي تقريبا يعني حتى لما تأهلنا في 2014 للكاس العالم كان فيه اصابات برضو كتير في الاثناشر لعيب حتى اللي سافروا كاس العالم يعني كنا نقصين لعيبة كتير كان مفروض يعني انهم ممكن يبقوا موجودين بس ما قدروش يبقوا موجودين بسبب الاصابات برضو فدي يعني الحاجة المرة دي الحمد لله يعني يمكن المدرب يعني لحد اخر قبل المتشاط بيومين كنا يمكن 18 لعيب ومش عارف يمشي مين ويقعد مين من كتر ما هو يعني الحمد لله يعني بقى فيه دلوقتي فعلا كواليتي لعيبة كتير قوي في مصر كويس فيعني دي كان حظنا حلو يعني الحمد لله مرة دي ان كل اللعيبة تبقى فيه لبلياني وجهزة ان هي تلعب يعني عظيم جدا دلوقتي كابتر محمد واحنا معانا قراتي او مجموعة لعبين مميزين في كرة السلة المصرية نريد تقول لي احنا ممكن نعمل ايه في كاس العالم عنا متفاهم والناس كمان فاهمة كان معايا بالمناسبة كابتر محمد عبد المطاري بالاسبوع الماضي وقال لي انه مش لازم نستنى حاجات كتيرة في البطورة دي بس نستنى ان احنا نبني عليها للمستابة انت بقى جايز فني انت جواك جايز الفني حاس ان احنا ممكن نقدر نعمل ايه في البطورة دي اه طبعا احنا الاول هنستنى القرعة لان طبعا في مستويات احنا صعب نبقى قريبين منها دلوقتي بس احنا المشوار اللي احنا بتديناه من سنة احنا حتى احنا كنا بنتكلم قبل التصفيات اللي فاتت كنا لعبنا منتخب السنغال ماتش ودي قبل الويندو بتاع السكندري فلعبنا الماتش دا تريبا بستاشر لعيب الماتش كله كان خمستاشر بوينت عشرين احنا كنا بنتكلم بعدية ان من سنة ونص بالزبط كنا احنا هنلاعب السنغالية نهر ابيض احنا داخلين نخسار تلاتين بطورة احنا فجأة بقينا بالحمد لله كانت فترات اعداد لكل ويندو كانت فترات ما حصلتش قبل كده اللي انت ماتش اول ماتش نخساره من السنغال فعلى ارضها برهبة بس من الجمهور في اخر الكورتر الرابع بعدين تيجي تكسبهم هنا بنتيجة تاريخية فرق خمسة وثلاثين بوينت دي كانت حاجة بنجوم ام بي اي في الملعب فدي ما تقدرش بعد كده تتوقع احنا بالاعداد او الخطوات اللي ممكن ناخدها بعد كده توصل لفين اه يعني انت ممكن تقول نظريا انا ما قدرش اكسب المنتخب ده بس عمليا ومع الاعداد ومع الشغل الفني ممكن في الملعب تعمل المفاجئة بالزبط بالزبط لان الجابس بتقل قوي لما بتعلم مستواك وفترة اعداد قوية وازاي تحليل الفرق التانية وكلام ده كله في فرق زي متحرطك اه مستويات يعني امريكا اسبانيا فرنسا لا دول في لفل تاني بس ات بتحاول في دول تانية لا ممكن على اساس انت هتشتغل ازاي وتوصل لغاية ايه وطموحك هيبقى اعمل ازاي والاهداف اللي انت هتحطها قدامك طيب كابتن عمر كاس العالم بالنسبة لكو اكيد كلاعبين ده بيبقى هو الحلم ده هو ده المكسيمم بتاع كل حاجة ودايما بقول انه اي رياضي بيبقى عايز يوصل لاخر النقطة اللي هي كاس العالم عشان يستعرض مهر يستعرض امكانيات ويخش المنافسة انت ومجموعة اللاعبين حاسين ان انتوا ممكن ترسولوا حد فيهم في كاس العالم والله زي ما كابتن سوري اقلي هو يعني يعني الوصول لكاس العالم الحمدلله ده كان حلم يعني بالنسبة لنا احنا كجيل يعني ان احنا يعني الاجيل ده ان احنا دايما كنا بنقول يعني الاجيل ده لازم ان احنا نعمل حاجة لمصر يعني بأن إحنا ما توفقناش المرة اللي فاتت يعني تلعنا برضو على مطش يعني آخر مطش بس اللي خسرناه في التصفيات فده اللي موصلناش كاس العالم بس يعني طموحنا طبعا إن إحنا يعني مش عايزين يعني مش عايزين نقول طبعا إن إحنا حن يعني حقق يعني مش إن إحنا بقى حننفس على كاس العالم يعني طبعا بس فيه زي ما كابتن سولي قالي يعني إن فيه دلوقتي منتخبات نقدر إن إحنا لو معنا في المجموعة أو في القرعة وكده فيه منتخبات إن إحنا نقدر لأن ننافس معا ونقدر نكسبها ونقدر يعني فيه منتخبات في أسيا مثلا فيه أمريكا الجنوبية هناك فيه شوية فرق نقدر إنه ان شاء الله ننفذ معهم ونبني إنهنا بالجيل يبقى الأجيال اللي طالع بعدنا تشوف بقى إنه إحنا ممكن إنه نوصل لكاس العالم وممكن نبتدي إنه نفذ فرق في كاس العالم يبقى الحلم عندما لم ي change موضوع التأهل في أekوكس إن شاء الله نقدر إنه نحققها لأن ديها تبقى منافسة بيننا وبين الفرق الأفريقية بس يعني إحنا الخمس فرق اللي تأهلوا من أفريقيا أحسن فرقة فيهم في الرانكينج هتوصل يعني أوتوماتيك للأوليمبيكس على طول السنة اللي بعدها والثلاثة اللي بعدها الثلاث فرق سوري اللي بعدهم اللي هم بالتاني للرابع هيخشوا تصفيات في الصيف اللي بعده فدي يعني زي ما نقول كده آه بالزبط يعني خطوة بخطوة يعني نحاول نحط قدامنا تارجتس يعني ورقيبة إن شاء الله نقدر نحققها عظيمة فيك بقى المدارب الكندي رويل أنا شايفوا هيديف إيه للمنتخب الفترة القادمة إن شاء الله قبل كأس العالم هو الكوتش يعني ليه علاقات قوية جدا هو مرن في الان بي ايه فترة طويلة كسب كأس عالم ناشئين مع كندا فليه علاقات واسعة العلاقات دي ابتدت شفناها آه الفترة حتى اللي فاتت اللي إحنا في الصيف طلعنا فترة إعداد في أمريكا و جزر بيهامس دعبنا دور هناك مع منتخبات بورتوريكو مع جامعات من أمريكا آه سطاف بقى يجينا نسطاف من الام بي اي آه واحد من أكبر دكاترا آآ 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 علم نفس ريادي آآ آآ يعني نضم للجهاز فكل الحاجات دي كوتش ليه علاقات ابتدى الناس يكلموه فعلا على ماتشات هاي ليفل آآ آآ في أوروبا وفي أمريكا آآ بعلاقات شخصية مع الدعوات البتدت توصل لاتحاد الباسكت والمساندة من اتحاد الباسكت فالكوتش بإعلاقاته والسيستم اللي هو حطه يقدر يجيب لنا فترة إعداد قوية جدا وزي ما قلت حاجة بيش بس الكاس العالم بس دي قدر تبني عليها لفترة طويلة فيكت بقى ان هو مش متفرغ ومعاه فرقة في اليمن دي مؤثرة في أي شيء ولا مش فرقة بصول حاجة يعني ده ترند عالمي بش ترند يعني حاجة عرفي يعني يعني مدرب منتخب أمريكا ماسك نادي وماسك فرقة مدرب منتخب أسبانيا بطل العالم ماسك نادي وماسك فرقة أي مدرب بتاع أي منتخب كبير ماسك نادي وماسك فرقة وليه هدف يعني ما ضابش المسألة لا ليه هدف إن المدرب في الباسكت بذات لعبة سريعة جدا فانت فكرة اللي انت كل يوم بتدرب كل يوم عندك ماتش فانت زيك زي اللعيب بتمرن فبتاخد قراراتك سريعة بالزبط لا بتطور بتشوف الكلام ده كله يعني انت لو فضلت فترة كده في أف سيزون مثلا ما بتدربش لما بتيجي تبتدي سيزون تكاتش الماتش تحس برضو إنك مهنك شوية فان انت قلت ده أنا أفهمه أو أسمعه يعني برضو كان عندي تحافز من حيث المبدأ فيك إنه ما بيدرب المنتخب والفي لكن دي طلعت ميزة يعني لو ما بيدربش فرقة كمان هيبقت بحاجة مدررة لا لا بزبط ولا زي ما بلوحك يعني ده يعني دي درسات ودرسات وبلوحك أكبر منتخبات في العالم الطاب مش هتلاقي مدرب متفرغ اللي ماسك عظيم دي فكرة عظيمة جدا طيب كابتن عمر أتفاهم إن إحنا لسه شوية بعيد على المستوى العالمي مفهوم بس ليه إحنا بعيد أوي على المستوى الأفريقي يعني إحنا كانوا في آخر كلاس الأفريقية 1992 من 30 سنة يعني تقريب ليه بقى بعيد أوي هل إحنا قريبين دلوقتي ولا لسه برضو بعيد أوي لا يعني في حاجة دلوقتي يعني لا إحنا دلوقتي طبعا الحمد لله أحسن بكتير من السنين اللي فاتت يعني وده بان يعني في مشوار التصفيات ده نحنا نقدر نكسب فرقة زي السنغال دي كانت مثلا فرقة بعيدة عننا يعني في السنين اللي قبلها كانت بعيدة عننا جدا وكانت بتكسبنا بفرقات سكور كبير يعني قدرنا أن إحنا نكسبها ونكسبها مستريح يعني إحنا كان دايما كانت المشكلة دايما في مصر أو في الفكر يعني اللعيبة المصريين إن إحنا شايفين دايما إن الأفاركة أقوى مننا وأسرع مننا وبينطوا أعلى مننا وأجسامهم يعني كان ده دايما الفكر نهاجز آه بالزبط يعني كانت حاجة أكتر يعني نفسية أكتر ما هي حاجة في الملعب يعني فهو اللي الكوتش قدر يعمله برضو في الفترة اللي هو قعدها معنا إنه هو يعني خرج من دماغنا للفكر دا يعني قال لنا يعني يعني فرقة زي تونس مثلا كانت هي الكسبانة بتوط أفريقيا اللي فاتت وكسبت بطولتين أفريقيا قبل كده وبتوصل كاس عالم وأوليمبكس باستمرار في يعني على مدار العشر وخمسة شر سنة اللي فاتوا هم يعتبروا يعني من الفرق التوب في أفريقيا يعني هم ما هماش ولا أقوى ولا أسرع ولا كده هم يعني كأجسام وكلعيبة وكده قريبين مننا يعني زي يعني قريبين للمصريين يعني أكتر ما هم أقرب للأفارق صحيح فهم اللي قدر يعني هم قدروا يعمله كده يعني هم بس يعني إنه هو قال لنا إنه إحنا نطلع على الفكر دا من دماغنا وإنه إحنا في الآخر يعني إحنا عندنا ميزات تانية ممكن ما تبقىش عند اللايبان يعني هم أقوى ممكن يبقى أقوى أو كده بس في الآخر يعني إحنا في اللاعب نفسه أو في البسكت أو في الزكاء أو في الايكيو يعني بتاع اللاعب نفسه نقدر إن إحنا نكسبهم في عاجات كتير ونقدر إن إحنا نبقى يعني هو كان دايما يقول لنا إن إحنا نبقى منتلي طفر يعني إن إحنا نبقى ذهنيا يعني أو كده أقوى منهم في الملعب فإحنا نقدر نكسبهم في الحتة دي يعني وده اللي قدرنا نعمله يعني فعلا عظيم جدا كده محمد جوتر بتكلم قلتني إن إحنا ملعب منتخب السنان ملعب منتخب NBA يعني في لعيبة كتير من الـ NBA أعتقد إحنا حاليا يعني فيه خطوات بتادت تحصل في كده إن إحنا بقين مركزين إحنا نقوي قوي المسابقات المحلية الدوري ويالتمام بمنتخبات الناشئين ففيه لعيبة إحنا عندنا عدد كبير من اللعيبة بيلعبوا في الجامعات في أمريكا وطبعا من الفترة الآخر ثلاث سنين فكرة الإنفاسمنت أو الاستثمار اللي ابتدى الـ NBA يعمله في أفريقيا في البال ومكتب الـ NBA اللي تفتح في مصر والأكاديمية اللي مفتوعة في السنغال وجوهانسبرج والكلام ده ابتدوا يبصوا على اللعيبة والكواليتي بتاع اللعيبة المصريين وده أعتقد سبب من أزباب إنه هم فتحوا المكتب في مصر إنه شافوا إن فيه ممكن إمكانيات اللعيبة المصرية تؤهلها مع شوية اهتمام بحاجات إنها ممكن توصل إنها توصل للـ NBA فأعتقد إن بالخطوات كمان اللي إحنا ماشيينها يعني الكوتش عمل long term plan أو يعني خطة طويلة الأمد من سن 16 سنة لغاية المنتخب الكبير واليوم يعني عايزي واحد نظام التدريب في كل المنتخبات بحيث إن نعلي الكواليتي والإمكانيات الفردية والبدنية بتاعت اللعيبة نتأهلها اللي هي تاخد ستابس أعلى من كده وتطلع بتادي تلعب بره مصر عظيم جده ده كلام يدعو للتفاول إن شاء الله بيفكر في NBA دلوقتي بيفكر في NBA بس انت لسه مجدد عادك مع الأهل مش كده؟ لا أنا لسه يعني أنا عادي مع الأهل يخلص سنة دي يعني بس يعني لسه دلوقتي بنتكلم في التكديد يعني لسه هتجدد ولا إيه؟ لا إن شاء الله نهاوي ولا مش نهاوي لا لا إن شاء الله لا لا إن شاء الله بمناسبة النادي الأهل لسه أنتوا كان عندكم مطش مع زمالك في فوز مهم جدا دور السوبر الساد شايف وقوته وإيه شايف إن هادي الأهل يقدر يشتغل عليك كويس شغل الأهل يقدر يفوز به آه لا طبعا إن شاء الله يعني ده هدفنا طبعا يعني إحنا النادي الأهلي يعني ما هدفنا دايما أي بطولة بنخشها إن إحنا نكسبها يعني إن إحنا نبقى رقم واحد يعني طبعا ده هدفنا السنة دي بالذات إن الدوري بقى بيأهل بطولة البال ودي بقت يعني حاجة طبعا ده هدف بالنسبة لأي فرق إن هي تشارك في بطولة زي دي يعني الحمد للإحنا عندنا البطولة دي السنة دي فعايزين يعني إن شاء الله ما تبقاش مرة واحدة يعني وخلاص عايزين نقررها تاني ونشارك تاني في البال واللي هي بتأهل بقى بعد كده كمان للإنتركنتيننتل كوب اللي هو زي كاس العلم للأندية يعني مصغر كده من كم فرقة من أبطال الكارات المختلفة يعني فلا يعني إن شاء الله يعني المنافسة طبعا بقت جمع يعني المنافسة في مصر بقت قوية يعني المنافسة المحلية بقت قوية يعني فيه أهل الاتحاد زمال الجزيرة يعني فيه كذا فرقة يعني بينفسه في على البطولات يعني بس إن شاء الله يعني نقدر إن إحنا حق السنة دي المنافسة القوية دي يا كابتن محمد تقول إن إحنا المفوضي بقى النتاج منتخب قوي جدا دائما في الكورت سلة تحديدا عكس إليها بقى في مصر أنت فيه على أهل الأربع عندها بتنفس أهل زمالك اتحاد جزيرة أنتو بتشوف المنافسة زي يعني أنت لك تبقى مدير فن المنتخب أو شغال مع في جهاز فن المنتخب مصر تبقى مبسوط من المنافسة دي بكل تأكيد أكيد طبعا يعني هي المنافسة بتزود عدد اللعيبة اللي أنت ممكن تختار منها لكن إحنا الفترة فات كان فيه جاب معين لتعندك المسابقات المحلية قوية يمكن حتى السنتين اللي فاتوا كانت بش بس المنافسة من أربع فرق يعني وسط إن فيه سبع تمن فرق إنت مش عايف مين بيكسب التاني صحيح بس كان عندنا جاب في الإعداد للمنتخبات نفسها إزاي أن المنتخب تقدر تعمله فترة إعداد أو بش مسألة فترة إعداد إزاي تطور اللعيبة على المستوى الدولي إزاي اللعيبة دي محتاجة جرعة تدريبات معينة وفترة إعداد معينة بمطشات ودية بكواليتي معين علشان تقدر ترفع مستوها لمستوى الدولي فده كان فيه جاب شوية فيها أو مشكلة شوية فيها زي ما قلت حارتك إحنا إمكان السنة اللي فاتت بالزيت لا يعني كل تقريبا فترات الإعداد اللي تم التخطيط لها المنتخب كلها تنفذت كل ويندو لعبنا مطشات ودية على أعلى مستوى ده زود مستوى اللعيبة وسقاطها فيه سؤال جاي في بالي دلوقتي وهو جايدي من كرة القدم عشان بقالي مثلا بقالي بتاع الشهرين واخد الفايل دوت بس في كرة القدم انو فيه لعيبة مصريين موجودين في أوروبا وممكن يبقى أكيد موجودين في أمريكا عندهم جنسيتين مصرية و أمريكاية هل في الكرة السلة بتدوروا على الناس اللي عندها جنسية مشتركة أو قوي ممكن تخدوهم لمنتخة ماس دورتها أو اشتغلتها احنا يعني برضو احنا بقى اكتر من سنة شغالين على الملف ده احنا عاملين زي داتا بيس كبيرة بكل التفاصيل عن اللعيبة دي عندنا لعيبة اللي هي مصريين تماما بيلعبوا في أمريكا برضو بش سهل ان هم ييجوا ده ملف وعندنا حوالي اكتر من عشر خمستاشر لعيب متواصلين معهم ممتاز هم معهمش جنسية أو يعني باباهم أمامتهم مصري بس عندهم مشكلة في قصة الباسبور بتواجهنا طبعا مشكلة ان الاجراءات بتبقى طويلة شوية بتحتاج بعض الوقت ان ممكن لازم اللعيبي بيبقى متواجد هنا في مصر لفترة معينة وهو بيبقى مرتبط سواء مع الجامعة بتاعته أو النادي بتاعه ففيه انا عارف ان الاتحاد ماشي في خطوات دلوقتي ان يبقى فيه تسهيل في الاجراءات دي من المسؤولين من الكبار ممكن منتخب مصر في كاسا عام نشوفها على النص اللي اول مرة نشوفها وارد عظيم جدا طيب كابتن عمر ناحية تانية النادي الاهلي عنده بطولة البال انت كنت يساكيرها دلوقتي وهي بطولة في منطقة القوة ايضا بطولة صعبة مثال هل النادي الاهلي قدر انه يفوز بيه انا فهي منه النادي الاهلي يدخل كل البطولات على المنافسة ولكن هل المنافسة قوية جدا احنا بقعد فيها ولا احنا نقدر لا لا طبعا لا مش بقعد خالص طبعا لا لا ان شاء الله يعني نقدر يعني احنا طبعا دخلينها بهدف ان احنا نكسبها برضو وتعاقدنا يعني مع اتنين محترفين يلعبوا معنا البطولة يعني بس غير المحترف اللي قردي معنا في الدوري واحد من جنوب السودان واحد امريكاني اللي هو كان البوينت جورد اللي كان معنا السنة اللي فاتت فلا يعني لا وجدت فارق مع الفرق اه طبعا خطير اه يعني باين من نتائج حتى يعني احنا السنة اللي فاتت عملنا موسم بتهقلي ما حصلش في تاريخ النادي الاهلي قبل كده ان احنا نكسب الخمس بطولات فلا يعني بطولة البال ان شاء الله يعني مش بعيدة لا قريبة ان شاء الله مش بعيدة خالص وان شاء الله يعني نقدر نكسبها يعني المنافسة بتبقى اكتر يعني اكتر الفرق القوي يعني اللي فيها بتبقى فرقة تونس غالبا وفرقة انجولا يعني هم دول بيبقوا اقوى فرقتين مع الفرقة اللي بتبقى من مصر فعني فان شاء الله يعني احنا معانا في المجموعة الاولانية الفرقة بتاعت انجولا وتونس الناحية التانية في المجموعة التانية بقى دول ان شاء الله ممكن نقبلهم في الفاينل يعني بإذن الله كابتن عمر انتشرفت ونورت ربنا يخليك ربنا يخليك ربنا يخليك كابتن محمد نورت الدنيا وتشرفت جدا بجرد شكرا شكرا جزيلا شكرا شكرا شكرا